في الجانب الغربي من حضر موت يقع وادي دوعا الوادي الذي ينتج أجود أنواع العسل ربما في المنطقة محمد باشويه الشاب العشريني الذي ينحجر من هذا الوادي ويمتلك مجموعة من خلايا النحل اتخذ من هذا المكان موقعا له وتحت شجرة السدر هذه العملاقة يقضي أوقاته في العمل مصدر رزق محمد الوحيد تربية النحلي وإنتاج العسل الدوعاني الأشهر والألد والذي يستخدم كغذاء ودواء ومنشط حيوي أيضا تميز عسل الدوعاني بمذاقه الخاص والسر الجودة أنه أثناء موسم العلب لا توجد أي شجار ثاني تزهر ما عدا شجرة العلب هذه فقط المذاق الخاص الذي يميزه عن سائر أنواع العسل لا يتخلطه أي أشجار ثاني خلال العامين الماضيين تراجع إنتاج العسل بنسبة كبيرة ويعود ذلك إلى قلة هطول الأمطار في الأودية المليئة بأشيار السدر الأمر الذي أدى إلى موجة جفاف ضربت المنطقة وألحقت أضرارا بالغطاء النباتي والأزهار التي تتغذى عليها النحل يخسر كثير من النحلين جولة العسل تكون ضعيفة وقلة في عملية الإنتاج هنا يجتمع الكثير من النحالين لأشهر من محافظات مختلفة كشبه والبيضى والحج وإب لتتغذى أسراب النحل على أشيار السدر وتنتج أفضلها عسل السدر إضافة إلى مسميات أخرى للعسل كالسمر والمربعي والمراعي والصيفي هذا العسل الدوعاني الأصلي رغم أحد هذا بيكون حلو وسعره غالي وعسل فيه قودة حلوة لهذا أتينا من يافع إلى هنا نبحث عن العسل الأصلي القودة برزت شهرة العسل الدوعاني كعلامة تجارية رائجة على المستوى العالمي كما يقول البعض فيما تشير بعض المعلومات لأن شهرة العسل الدوعاني ضاربة في القدم حيث كان العسل يحتل المرتبة الثالثة في اقتصاديات مملكة حضرموت خلال القرن العاشر قبل الميلاد دوعا المنطقة التي أصبحت تعرف باسم منتجها العسل الدوعاني والذي ذاع عصيطه كأشهر أنواع العسل ولم تكتصر تسخدماته على المأكل بل ويستخدم لعلاج الأمراض ويبقى الوصف المناسب للعسل كما وصفه الشاعر والفنان الراحل أبو بكر سالم بأنه قوت العاشقين حدد مسعد قناة بالقيس من وادي دوعان حضرموت